لم يتغير مبدأه او برنامجه الوطني منذ ان تسلم منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي هو الرجل الذي عنونت عنه صحف العرب والغرب بكلمة الوطني او الشهيد الحي قيل هذا بعد خوض الكاظم تفاصيل عميقة من ملاحقة الفساد واشباحه وتحقيق عدد من مطالب الشارع يتجلى اهمها باستحقاق تشرين واليوم والعراق يواجه مفترق طرق خطير الى اين يذهب الى جهة يضمن فيها صناعة مستقبله السياسي او الى جهة تحتدم فيها المتناقضات السياسية التي لن تسمن او تغني من جوع وفقر وبطال وفوضى الكاظم في رسالة جديدة تتزامن مع توقيت حرج تمر به بغداد السياسية والشعبية يمرر رسائل وطنية من العيار الثقيل بقياس سيادة البلد ومقاومة التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة ثوابت بدأ عليها ويستمر عنوان كشفه لصحيفة واشنطن بوستال امريكية وتفاصيل قدمها تمهيدا لمرحلة جديدة في حال حصولها على ولاية ثانية لرئاسة حكومة البلاد النهج الذي رسمه ولم تمنعه محاولة الاغتيال الفاشلة ولم تمنعه ظروف الازمات المتسارعة في العراق لم يتخلى عنه بل اكد للعالم من خلال واشنطن بوست ان العراق يبحث عن التوازنات في المنطقة واستقرار يضمن نجاح اتفاقات امريكا وايران النووية الامر الذي يساهم في دبط معادلة الامن سيما عندما تحكم الدولة سلطتها على السلاح المنفلت وتبني سيادتها من جديد دون اي خرق قد يغرق العراق والمنطقة باجمعها في بحر الازمات الصحيفة رأت انها اهداف نبيلة لكنها بالفعل بحاجة الى دعم دولي ومحلي قبل اي شيء لكي يكون للكلمة العراقية التي يريدها الكاظمي نيابة عن كل مواطن عراقي يكون لها صداها واثرها في مستقبل مشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة